بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وجميع أتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع الجنايات وما يترتب عليها وقد انتهينا إلى موضوع الديات فليكن هو موضوع حديثنا الآن فالديات جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية تقول وديت القتيل إذا أعطيت ديته فالديات مصدر ودى والهاء فيها بدل من الواو لما حذفت مثل عدة وصلة من الوعد والوصف والدليل على وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الآية في الحديث الصحيح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل رواه الجماع فتجب الدية على كل من أتلف إنسانا بمباشرة كما لو ضربه أو دهسه بسيارة أو قتله بتسبب كمن حفر بئرا في طريق أو وضع فيه حجرا فتلف بسبب ذلك إنسان سواء كان التالف مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادان لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محظا فإن الدية تجب كلها في مال الجان حالة لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه قال الموفق بن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة وهذا يقتضيه الأصل قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ فإن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجان في ماله تجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفا عنه لأنه معذور والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف عنه ولأنه قد وجب عليه القصاص فإذا عفي عنه فإنه يتحمل الدية هداء عن نفسه وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المثلفات وأما دية القتل شبه العمد ودية القتل الخطأ فإنهما يكونان على عاقلة القاتل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه فدل الحديث على أن دية شبه العمد تتحملها عاقلة القاتل وأما دية الخطأ فقال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة وقال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا أنها على العاقلة وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ كانقلاب نائم على إنسان فيقتله وكحفر البئر تعديا فيقع فيها إنسان فيموت وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مضمون كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته أو أدب سلطان أحدا من رعيته ولم يسرف واحد من هؤلاء في التأديب ومات المؤدب لم يجب فيه ضمان على المؤدب لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه أما إن أسرف في التأديب فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدب ضمنه المؤدب لتعديه في ذلك وإن كان التأديب لامرأة حامل فأسقطت حملها بسببه وجب على المؤدب ضمان الحمل بغرة عبد أو أمة لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة وهو قول أكثر أهل العلم وكذا من أفزع حاملا فأسقطت جنينها بسبب ذلك كما لو طلبها سلطان أو استعدى عليها رجل بالشرط وجب ضمان الجنين على من أفزعها لهلاكه بسببه لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر فبيناهي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات استشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ليس عليك شيء فقال علي رضي الله عنه إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن نديته عليك لأنك أفزعتها فألقته ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة ونحوها ففعل ذلك وهلك بسبب نزوله أو صعوده لم يضمنه لأنه لم يجن ولم يتعدى عليه في ذلك أما إن كان المأمور غير مكلف فإنه يضمنه الآمر لأنه تسبب في إتلافه ولو استأجر شخصا لنزول البئر وصعود الشجرة فمات بسبب ذلك لم يضمنه المستأجر لأنه لم يجني ولم يتعدى عليه ومن دعى من يحفر له بئرا في داره فمات بهدم ولم يلقه عليه أحد فهو هدر لعدم التعدي عليه أيها المستمعون الكرام ندرك مما سبق مدى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء لكن في وقتنا هذا كثر التهاون بهذه المسؤولية على أيدي أولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات فيعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للهلاك وكم هلك بسبب ذلك التهور من الأرواح البريئة المحترمة فقد تذهب الجماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يد طائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب وقد يكون السبب في ذلك آباء هؤلاء الأطفال المتهورين حين يشترون لهم السيارات الفارهة ويسلمونها لهم ليزهقوا بها الأرواح البريئة إنهم بذلك يسلمونهم سلاحا فتاكا يعبثون به ويحصدون به الأنفس ويروعون به الآمنين فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمين ويجب على أولاة الأمور وفقهم الله أن يأخذوا على يد الجميع بما يضمن سلامة الجميع واستتباب الأمن فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وفي الختام نسأل الله أن يبصر الجميع ويوفقهم إلى طريق الخير والرشاد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين